اشتركوا في القناة تسليما كثيرا اما بعد ايها المشاهدون والمشاهدات الصائمون والصائمات نحييكم بتحية اسلامنا العظيم وتحية اسلامنا السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن ما زلنا في بدايات هذا الشهر العظيم هذا الشهر المبارك الذي ذكر الله سبحانه وتعالى آياته في بداية أو في سورة البقرة في بدايات القرآن أيها الأخوة الأحباب الله سبحانه وتعالى جعل العبادة مقصودة بذاتها يعني صل نصلي صوم من صوم زكي زكي حج من حج مجرد قيامنا بهذه العبادة لنا ثواب بإذن الله أسقطنا الفرض الذي علينا لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد مننا فقط أن نسقط الفرض قضية إسقاط الفرض سهلة على أي إنسان بسقط الفرض وخلصنا لكن القضية أيها الإخوة الكرام الله سبحانه وتعالى يريد من هذا العبد المسلم وهذه الأمل المسلمة المحترمة أن تقوم بواجبها وأن يقوم بواجبه المسلم حق قيام فيؤدي بهذه العبادة مقصود آخر حتى تستقيم حياتنا فلا يجوز لنا أيها الإخوة الكرام أن نصلي ونكذب أو أن نصوم ونغش أو أن نعبد الله سبحانه وتعالى في الصلاة أو في الصيام ونكفر أن نحج ونحارب الناس لذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط لنا العبادة بالسلوك وقال لنا العبادة مقصودة بذاتها أنك تعبد الله عز وجل لكن في هناك هدف أعظم ربطها بالسلوك بسلوكك مع الله بسلوكك مع الناس بسلوكك مع نفسك تنبثق من هذه العبادة فتكون العبادة هذه أساس مثال ذلك ارجع إلى الآيات التي تذكر لنا الصلاة الصيام الذبح لله سبحانه وتعالى ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في قضية الصيام الله سبحانه وتعالى يقول في أول آية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآية هنا انتهت في المعنى هنا انتهت لكن لا القضية مش قضية صيامه فقط فرض الله لنا بالصيام انتهى هنا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ خلص أمرنا الله بالصيام نصوم لكن لا ما انتهت الآية ما انتهى المقصود الذي يريده الله سبحانه وتعالى ماذا تريد يا ربنا قال لعلكم تتقون انا بدي تصوم وتحقق التقوى من وراء صيامك انا بدي تصلي وتحقق التقوى من وراء صلاتك انا بدي تذبح لنا تذبح لله سبحانه وتعالى الخروف والعجيل والله هذه الذبيحة لله وان تحقق التقوى كيف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انظر الى الصلاة ان الصلاة طب الله عز وجل في ايات اخرى قال واقيموا الصلاة واقيموا وآتوا الزكاة خلصنا لا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شق ثاني للعبادة يقول الله تبارك وتعالى في حق الزكاة خذ من اموالهم صداقة لهم بمعنى الزكاة في الآية لا ليه طب اخذنا خلصة الآية لا ما انتهت ما اخذ طيب الله قال تزكيهم وتطهرهم بها اذا لابد من التطهير والتزكية في النفس ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الذبح قال لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله عز وجل بدوش فقط الذبح والدم واللحم وتوزع للناس انا بدي تقوى هذا الكلام ايها الاخوة الكرام الله سبحانه وتعالى عندما ربط حتى تستقيم حياتنا يا من تصلي كن صادق كن امين لا تغتاب لا تنم بين الناس ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اي فحشاء واي منكر اي فحشاء باللسان اي منكر في اللباس صلي يا مسلمة والتزمي شرع الله في لباسك الشرعي ما تكميش حواجبك ما تحطيش حمره وبودرة ولا عطر بر الدار هذا مكمل للصلاة صومي وصيامك مقبول لكن اياك ان تهجري زوجك اتق الله في زوجك في والدك في ابنائك يا رجل صلي وصم واتق الله في اولادك رب اولادك قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها طهر النفس بديش انا بتعطي الزكاة وانت متكبر لا اعطي الزكاة حتى تتواضع لله اولا ثم للناس ثم ان الصلاة تنهى على الفحشا والمنكر ثم الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم انا مش عشان اضحي اقوم بسنة اتكاتل انا وابوي وامي على توزيع اللحم وين التقوى وين التقوى اذا القضية اخوانها انا ذبحت لله في عندي بر والدين في عندي تربيت ابناء في عندي ابتسامة لوجوه الناس في عندي تواضع لله والرسول وللناس وين ابتسامتك هذه عبادة معاملتك بحسن خلق هذه عبادة ان تتق الله في زوجتك اولادك في الناس في شغلك هذه عبادة كل هذا الكلام مربوط بيش بالعبادات لذلك الله سبحانه وتعالى جعل شعائر تعبودية صلاة صوم زكا حج وشعائر تعاملية صدق امانة عدم غيبة عدم نميمة بالوالدين دعوة الى الله جهاد في سبيل الله عمل للدين كل هذا الكلام هذا مربوط هذا مربوط لا يجوز لان افصل واكبر مثال واختم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان عابدا في بيته هو الذي كان بكاءا في محرابه هو الذي كان مجاهدا في نهاره هو كان حاكما بين الناس هو الذي يصلح بين الناس هو الذي كان يعبد الله مع زوجته وأولاده بأن يتق الله فيهن هو الذي ربى ابناءه هو الذي كان يصدق هو الذي كان أمينا كما قالت سيدتنا عائشة قرآن يدب على الأرض هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى فالعبادة تساعدني على الصدق والصلاة والصيام والزكاة نسأل الله العلي العظيم أن نؤدي العبادات كما أراد الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة